السلام عليكم اليوم سنعمل فيديو سريع بس حتى نشوف إذا كنت تستعمل LibreOffice وعمالك تتسأل لماذا لا أستطيع أن أغير اتجاه لغة الكتابة من اليسار لليمين وساوي وعمله من اليمين لليسار بالعادة في Microsoft Office يكون لدينا زرين واحد منتجه للشمال وواحد منتجه لليمين اللي بيخليني يبدل بين الاتجاهات لأنا هون شايف أنه هذا الزر معلوم موجود عندي فالعملية بسيطة جدا كل اللي لازم أني ساوي أني ضيف دعم اللغة العربية أنا هون على واجهة رسومية على Desktop Environment بالتحديد على Mint بس هذا الكلام بينطبئ لأي توزيع لينوكس مع أي واجهة رسومية ببساطة منيجي للإعدادات منيجي لللغات منيجي للإنستور رايموف Languages ومنضيف اللغة اللي بدنا ياها اللغة العربية أنا أضيف اللغة العربية سوريا بس أنت وضيف اللي بدك ياها هلا بحددها بقول له Install Language Pack موافق وبعد ما تخلصي العملية لازم أنه نعمل تسجيل خروج وتسجيل دخول من أول وجديد هلا نقوم بخلص نعمل تسجيل خروج هلا نفتح اللي بري اوفيس مرة هلا بعد ما عملنا تسجيل دخول شايف أنه صار في عندي زر اللي بدلي اتجاه لغة الكتابة من اليمين لليسار هاي الخطوة بكل بساطة إذا بدك تضيف كيبورد عربي كمان من الاعدادات هم نأتي لل كيبورد نأتي للاي اوتس نأتي لزر لإضافة ومنضيف اللغة اللي بدنا إياها إذا بدي أعمل اختصار على الكيبورد لبدل بين اللغات مثل ما المتعود بالويندوز مثلا على الالت والشيفت هم نأتي للاوبشنز نأتي للاوبشنز نأتي للاسويتشنج ومسلا من نختار Alt Shift هات كل شي الفيديو اليوم تمنى أن تكونوا تستفدتوا بأمان الله